قبل ما ندخل أخبارنا عايزة أنا وأنت كريم نتكلم شيء على قصة هنا نقشناها قبل كده وتكلمنا فيها كتير وزملائنا كتير تكلموا فيها وهي فكرة السياحة الرياضية وإزاي ممكن من خلال اللقطات الصغيرة أو أن أنت تستغل وجود مثلا نجم من نجوم العالم أو النجوم العالمية في بلدك لأن أنت ممكن تروج للسياحة بشكل كبير جدا الفكرة هنا أنك تحط بس أو تستغل اللي بيحصل التوتي كان عندنا على سبيل المثال طبعا كان موجود كمان مبارح ورونالدينيو قبلها وشخصيات عالمية كتيرة جدا كانت بتبقى موجودة وليها عشاق وليها متابعين من العالم كله ففكرة أن أنا أستغل ده وأن أنا أبدأ أروج لي وأن أنا أبدأ كمان أعمل شراكة مع النجم ده وودي الأماكن سياحية بتاعتي مختلفة وأن أنا كمان أبدأ أن أنا أستغل ده من خلال يا كريم أن أنا مش بس أروج للبلد أن أنا أغير فكر أن أنا أخلق روح جديدة ثقافة جديدة عند العالم عن مصر حاجة بتفرق بشكل كبير جدا فأنا بس حبيت أن أبدأ بالنقطة ده كريم طبعا أنت يعني لو حتفق معايا أكيد لأن يعني طبعا ده شيء يهمنا كلنا وخصوصا أننا في الكام سنة اللي فاتوا لوحدهم الحقيقة مصر قدرت أنها تحصل على استحسان العالم كله من خلال حسن تنظيمها لبعض البطولات طوال الفترة الماضية اشتركوا في القناة